بسم الأب والإبن والخارج والده سأل الله الوحد أميني أنا أكل في معاكم ده لنا كلنا وأنا أولكم. بنقول ربنا كده علمني يا رب كيف أن نصلي. كلنا بنصلي. بس الصلاة دي ما تتحارب مننا. وعندنا حرب في الصلاة. في اللقاء 11 إذا كان يصلي في موضع لما فرخ قال واحد من تلميذه يا رب علمني أن نصلي كمعلم يحنى أيضا تلميذه. وقد قال لكم العبارة دي. علمنا أن نصلي كمعلم يحنى أيضا تلميذه. يعني الصلاة دي ممكن تتعلم ممكن أستفيد من غيري. أخذ من غيري. أبونا متى المسكين عمل كتاب قد كده عن الصلاة. قد كده. استخلق قول في مذكراته إيه. قول اللي علمتني الصلاة أمي. اللي عمل كتاب كبير عن الصلاة قال أمي علمتني الصلاة. أمي كنت تخش تصلي في قدتها. وتقفل على نفسها. وفرحة قلبي أن تفتح الباب وتدخل معها. وأمسك في جلبيتها كده. ويوقفة. ونصغير. فالدين معنى الجميل ده. لاستطاعت الأم أن تنقله لابنها من خلاله وقفها للصلاة. عشان كده أتكلم معكم بصراحة وأقول أكتر حاجة بحيبة معنا الشيطان هي الصلاة. ودي أهم حاجة في حياتي أنا وحضراتكم. يحاول يعطلها. يحاول يشتتها. فالنهاردة أتكلم معكم شوية بصيرت أموك كده نتحارب بها كلنا. عشان الواحد لازم يخلي باله منها على قد مضادر. ما لإسحاء يقول كلمة صعبة أوي. الإنسان الذي لا يصلي ليس يفيه شيء صالح يعني. معناها الصلاة دي بتعمل فيها حاجة جميلة أوي يعني. وعشان كده بقول كده دايماً عدو الخير يسعى بكل قوته أن يعطل صلاة أو جيب أبو الصلاة. يبقى عندي حربين حرب للصلاة نفسها. يسقلني عليها. يشغلني عنها. مغليش عندي حافز لها. وعند حرب تاني أنا قررت أن أصلي برضو. قل طب أنت ما تصلي. أنشاء تخليك تحس بحاجة. زي ما دخلت زي ما خرجت. يبقى النهاردة إحنا ربنا بيحاول أنه يوصل لنا معنا جميل أنا وحضراتكم نستفيد منه في صلواتنا. أول حاجة بتحصل معا ناس كتير جدا في اعترافاتها تقولها لي. أبونا بصلي بس بس راح في الصلاة. مخي بتشتت. بيفتكر حاجات كتيرة جدا أسناء الصلاة. حس أنها مهمة جدا. حس أنها ملحة جدا. معنا أمور مش مهمة للدرجات. بس اشتال دي بنجي بهال لما يجي أصلي. يفقلني موضوع وقدت أعيز أعمله. يفقلني مكالمة وقدت أعيز أعملها. يفقلني حاجة ورايا مهمة قوي. أتصل بفلان. أعمل لفلان. كل ده عدو الخير يجيبه لي وقت الصد. مش كده أباق ساموها طياشة الفكر. انت واقف تصلي قدام ربنا. لكن فكرك مش مع ربنا. عشان كده هنقول شوية حاجات تساعدني في هذا الأمر. حول تعمل حاجات جسدية. تخليك تشعر بوقوفك أمام الله. لما أعمل مطانيا. لما أبص على صورة حلوة للمسيح. كل الأمور الجسدية الإنسان ساعد بيحس أنها مش مهمة. الأمور دي بتخليني أحس. إن أنا واقف أمام رب الأرباب. فتخلي صلاتي لها معنا شوية. إحساس أقوى شوية. فأقف بخجل. أقف بشعور أن أنت خاطئ زي العشار. ما يدرش نفع رأسي الفوق. ولكن ده أقول لهم مرحمني أنا الخاطئ. ومن خلال الصلاة اللي عملها العشار دي. أديه المسيح حاسبي جدا. وأقدم هل. يبقى أول حاجة اعمل شيء جسدي. عشان أنا لسه تحت الجسد. يحرق جسدي ده. من الفطور اللي هو فيه. من الطياش اللي هو فيه. كل واحد ممكن يعمل حاجة معينة. اللي حاب يولع شمعة. حاب يعمل مطانية. حاب يقفصها من ضمصورة. الحاب يقول حاجة هو ساجد. كل دي أمور تساعدني شوي. يقولوا ما تصليش بريط مواحد. شوفوا ألحال الأداس يا حبائي. طلع ونزلة. عليا وواطية. عشان تخلي الشخص اللي بيصلي في الأداس ما يبشيش على وطيرة واحدة. وده نقطة مهمة تساعدني أيضا. إزاي أخلي رتمي بتاع الصلاة مختلف. إزاي أي عجبتني. وأنا بقولها في المزمور. أو في القطع أو في الإنجيل. عجبتني أكررها. أعيدها. أقولها بالراحة. مرة سألت نفسي سويل. ليه ما صليش قطعة. بتاع تروحها قدس. اللي احنا بنصليها مرة واحدة بس. يوم عيد إيه. هيدا العنصال. ليه ما قلهاش مرة بلحنة. روحك القدس الذي أرسل. هتختلف خالص. مرة. ما قلتش كل مرة عامل كده. بس أكيد لما قلها بالرتمة ده أو باللحنة ده. إحساسي هيختلف. عشان غيرت. غيرت. ربنا عارف الإنسان إنه بيمل بسرعة. بيزه بسرعة. كلكم دوقتي فتصانين. مش كده. من الحر. فاكنين الشتاء اللي فات. تمام. إيه الجو الصعب ده. إيه التلج اللي احنا فيه ده. ده احنا تكتكنا. ده احنا شفنا شتاء زي ده. حاضر. نشيل الشتاء. نجيب إيه. نجيب حر. يبقى ده مهم جداً لحياة الروحية إننا التغيير في الرتمة ده. عندين نقطة أيضاً تخليني أسرح في صلاتي إن أنا بصلي بمزمور قاله داود. مش أنا أبونا جريس. فبالتالي أكني بقول مقالة أروحك لما تصلي مزمور صلي على نفسك طبقه على حياتك عشان المزمور ده يكون لي وقع جواك ده ما الإنسان اللي اتحجرت من السنة الإنسان سامحوني يعني في حتة أنانية كل ما تحط المزمور على حياتك الشخصية تتكلم بمعانيه ليك أنت شخصياً هتلاقي تأثيرها عليك مختلف قوي عشان كده خلي المزمور خص بيك وخص بيك ولو عندك نقطة معاينة في المزمور ده بتحسها بتمسك أو بتمسك أرجوك ركز فيها قوي عشان دي تساعدك جداً في صلواتك مع ربنا يبقى حرب التشتت بيعليك ثلاث حاجات إن أنا أخشع أمام ربنا وأغير رتم صلاتي وأحاول أقول المعاني دي أكد أنها تنطبق علي أنا شخصي ودي أكتر حرب بتقابلنا إن إنسان يسرح أيام صلاته ناس كتير تقول لي أنا أرى المزمور بعد أسأل نفسه وأنا قريدته وللسه أعيده ولا أكمل ده كله جاي من إين من حتة هذه التشتت يبقى وضع الجسدي وضع المادي يساعدني تغيير رتم الصلاة يساعدني إن أنا أحاول أركز في المعاني علي أنا شخصياً تساعدني لنأطلع من التشتت اللي ممكن يقابلني هقول حرب تاني بتقابلنا إن إحنا دايماً مستعجلين في الصلاة بتاعتنا أنا والأباء بيجينا ناس نعترف بنقول أبنا اللذي فمرة واحدة فوقتني أنا قلت أبنا اللذي في نص ديئة هي قالتها إيه قالتها إيه الراحة فبتقول لي وانت خلصت ابنا اللذي يا منا تلقى خلصتها أنا صليت ابنا اللذي بسرعة جداً هي قالت ابنا اللذي بسرعة بالراحة بالراحة ما في شك إن صلاتها بالراحة دي خلت إحساسها بأبنا اللذي مختلف مختلف علمني يا رب إن أنا أصلي معك بالراحة مش بستعجل عليك ده أنا بأعمل حاجات في حياتي مادية ملهاش قيمة تاخل مني بالساعات واجي عندك أنت بالذات وأنا وقف قدامك أبقى مستعجل عايزة أخلص أكن طسك أكن واجب عايزة أخلص عشان كده الحرب دي نازل نخلي بالها من قوي أبون يوحن حكا لنا على قصة عقبتنا قوي اتنين شباب راح أضروا السريان فشفوا أبراحب فعادي يعني قالوا صللنا يا بون قال لهم تعالي أولاد صللكم حطوا إيد عليهم متدها يصلي بيكلم ربنا هو دقيقة خمس دقيق ستة دقيق أم موطين حصل لهم إيه زيقوا زيقوا هم زيقين وبيكلم ربنا روح موطين رأسهم من تحت أيدين أبونا وطلعوا ماشين أبونا لسه ورفع إيدو بيه بيصلي احنا فاكرة هيصل لنا كده يعني ربنا معكم يحفظ عليكم ونديكم نعم وبركة ومتايش بتزوروا عشان كده لما توافق قدام ربنا قولي ربنا جاي يقعد معك أنا جاي يكلمك مش كده أبونا تتلسع ويقول حاجة إن زعت الطفل الذي في داخلك وانت أقف أمم الله لن تشعر بصلاتك إن زعت الطفل الذي في داخلك وانت وقف أمم الله لن تشعر بصلاتك اشعر أن أنت طفل بتكلم أبوك بتطلع كل الجواج فدي حرب بتقابلنا كلنا الاستعجال عشان كده عشان كده لازم تبقى عندي حتى أقولها بالراحة مش مهم كمية الصلاة قانوني أو ست مزامير قلتهم بس ممكن أقول مزمورهم بالراحة ممكن أقول حتى بتعجبني بالراحة عشان أقدر حس بالمزمور ده أو أحس بالصلاة دي آخر نقطة هقولها النهاردة طبعا فيه نقطة كتيرة جدا للصلاة يعني ده موضوع كبير قوي بس هم ناخد فكرة زاهرة كده حرب التسقر على الصلاة إن أنا مش قادر أقف مش تتكلم ربنا موضوع ده تقيل علي بأجل فيه مش بروحه باشتياق مش حاجة من جوايا من جوا قلبي فدي حرب بيحاول أعملها أدو الخير باستمرار معايا عشان يحرمني من هذا الأمر طبعا دي ليه أفطور روحي في حياتنا الحالة لازم أغصى بنفسي وأقول أنا لازم أقف قدام ربنا وأكلمه إحنا تأخرنا طيب شوفت أنا عرفت إزاي أنا مليش دعوة أنا بخدتش خمس دقايق يعني ده منهم هم مش مننا نولى آخر نقطة اللي هي النقطة دي حرب التساقل دي أرجوكم تخلي بالكم منها وبعد تستجيبوا ليها وبعد تستجيبوا ليها لازم أغصى بنفسي على حيات دي وأقول كده أنا لو جالي تليفون هرد عليه لو كان عني حاجة مهمة هعملها إن شاء الله خمس دقايق طيب ما تعمل خمس دقايق مع ربنا ربنا دينا نعمة وسعادنا في صلواتنا لإلهنا وكل ماك دوكنا بالبنامين شخاطر السوبر فايزانس قمدوا بسلام وقولوا أبنا لازم سركم